اللهم لبي اول ايام عيد الاضحى المبارك واول ايام التشريق برمي جمرة العقبة الكبرى ونظرا لجائحة كورونا التي غزت العالم فقد اضطرت المملكة العربية السعودية للاعلان في وقت سابق اغلاق باب الحج لضيوف الرحمن من خارج المملكة واختصاره باعدد محدودة من داخلها والمقيمين فيها من مختلف الجنسيات خوفا من خطر تفشي العدوى بفيروس كورونا في صفوف الحجيج خصوصا عبر التجمعات والحشود البشرية والتنقلات بين دول العالم وقالت وزارة الحج والعمراء ان هذا القرار جاء حرصا على اقامة شعيرة الحج بشكل امن صحيا وبما يحقق موضة طلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الانسان وحمايته من الاصابة بكوفيد ناينتين الذي بات يوثل جائحة عالمية وكانت السعودية علقت اداء العمراء منذ مارس الماضي لسبب المخاوف من انتشار الفيروس في اقناس المدن الاسلامية وسلامة المسلم من اقدس العبادات التي حث عليها دين الاسلامي الحريف